تواجد العلم الفلسطيني والكفية الفلسطينية في شتى المباريات والفعاليات المتعلقة بكأس العالم 22 في الدوحة في قطر تعني للفلسطينيين الكثير نحن محرومون من رفع العلم الفلسطيني في القدس وفي الداخل المحتل كل ما يحدث من رفض شعبي للتطبيع من دعم ومؤازرة للقضية الفلسطينية من خلال هذه الفعاليات من خلال الحملات الرقمية على السوشال ميديا مثل حملة حلم فلسطين التي ركزت على نشر الوعي تجاه هذه القضية العادلة تعني لنا الكثير وتبقينا على قيد الأمل رفضنا التعاطي مع إعلام الكيان الصهيوني إن دل على شيء يدل على أنه نرفض وجوده أساسا ولا نؤمن بوجوده ولا نعترف بوجود هذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين وبالتالي موقف الشعوب وأيضا الشعوب العربية وأيضا الأجنبية من رفض التعاطي مع هذا الإعلام مهم ويوصل رسالة قوية للعالم بأجمع أن الشعوب العربية والشعوب الغربية تحمل القضية الفلسطينية معها أينما ذهبت وترفض الظلم والاتهاض وجرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني الكيان الصهيوني خلال سنوات الماضية وضع مئات المليارات ممكن من المال للعمل ودعم الرواية الصهيونية الكاذبة أمام العالم ورفعها أمام العالم إلا أنه السنة الماضية بجهود الشباب الفلسطيني وغير الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها استطعنا أن ننقل الحقيقة الفلسطينية ونطمس الكذب والافتراءات الإسرائيلية التي كانت تنشر في العالم على أنها حقيقة وبالتالي الكيان الصهيوني عمره ما كان قول كيان الصهيوني مهزوز من لما وجد لأنه قائم على ظلم وقائم على أساس ضعيف هذه ليست أرضهم هذه أرضنا وستبقى أرضنا فلسطين حرة عربية في كل قضية هناك يعني صعود وهبوط وبالتالي اليوم القضية الفلسطينية وقضية حي الشخ جراح عفوا ليس مصلت عليها الضوء كما يجب وهذا يعني مهم أن نعرف أنه بسبب استراتيجيات الاحتلال لتعطيل المحاكمات وتأجيلها المتعلقة بقضايا التهجير بحقنا كسكان فلسطينيين في حي الشخ جراح وبالتالي كل هذه السياسات خففت الضوء المصلط على قضية حي الشخ جراح إلا أننا نؤكد نحن أبناء هذا الحي وهذه المدينة وهذا الوطن مستمرين في تفاعلنا ولو لم تشاهدون على السوشال ميديا وفي وسائل الإعلام إلا أننا نعمل على أرض الواقع لإكمال إيصال صوتنا للعالم ترجمة نانسي قنقر